التاريخ العسكري الكويتي ترويه مجسمات وآليات متحف القوة الجوية موثقة مراحل تطورها على مر العقود الماضية ودور الرواد الأوائل خلال كل مرحلة ابتسام رمال ورحلة تاريخية عسكرية من خلال التقرير التالي من أجل توثيق التاريخ العسكري ولدت فكرة بناء متحف لتاريخ القوة الجوية ولنخبة من جنود الوطن بعد أن استغرق العمل فيه أربع سنوات من العام 1993 إلى العام 1997 طبعا فكرة إنشاء المتحف السرد التاريخي مهم بهالنقطة عشان نبين سبب أو فكرة إنشاء المتحف بداية الطيران بالكويت خصصت الحكومة الكويتية لشركة نفط الكويت في عام 1948 موقع مطار في النزهة منطقة النزهة الحالية وفي هذه طبعا كان مطار جدا بداية أو متواضع خلال تلك الفترة مطار المدرج كان جس وكان مطار نهاري بعده في عام 1953 تم إنشاء فريق الطيران الكويتي أو أول فريق هواه الطيارين كويتيين واستمر هذا الفريق حتى عام 1961 في أحد المخفور له الشيخ عبدالله السالم كان بداية إنشاء القوة الجوية بعد احتفالنا بأربعين سنة من إنشاء القوة الجوية تبلورت في سنة 1994 تبلورت فكرة إنشاء متحف يضم هذا الإرث التاريخي بشكل كامل في مكان واحد لذلك شكلت لجنة في ذاك الوقت سنة 1994 من رئاسة اللواء الركم طيار صابر سويدان وعضوية 33 شخص كانوا متفرقين بين عسكريين ومدنيين واستغرق العمل ثلاث سنوات دراسات وتجميع وتجهيز مكان يضم المتحف وتم افتتاح المتحف في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم تاريخ 24 نوفمبر عام 97 ميلادي أما الهدف الأساسي من وجود متحف كهذا هو حفظ تاريخ القوة على مدى العقود الماضية وتبيان أهم الأعمال التي قامت القوة الجوية بها وحفظ الطائرات ومعدات الدفاع الجوي ووسائل التدريب التي استخدمت وتوثيق دور الرواد الأوائل إنشاء المتحف لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية الهدف الأول هو إبراز وتوثيق دور الرواد الأوائل في نشأة الطيران العسكري والهدف الثاني هو إبراز دور القوة الجوية والقوات المسلحة بشكل عام في الذود عن أرض الكويت الحبيبة والهدف الثالث هو تحفيز وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في السلك العسكري كما يصلت المتحف على مرحلة هاما بدءا من تسمية نادي الطيران الكويتي للهواة عام 1953 لتتغير التسمية بعد إعلان الاستقلال عام 1961 إلى سلاح الطيران الكويتي الأميري ليتغير الإسم بعدها عام 1976 إلى قوات الطيران المدني والدفاع الجوي بعد إنشاء الدفاع الجوي وإلحاقه بالقوة الجوية حتى وضع الإسم الرسمي القوة الجوية الكويتية عام 1981 بتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس المنسل الزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وبدعم من سعادة رئيس الأركان العام للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر يتم الآن العمل على تطوير المتحف ونقل المتحف من منطقة المطار الدولي إلى منطقة أخرى بإذن الله ويتم الآن التخطيط بتوجيهات من سيدي آمر قوة الجوية اللي هو ركن طيار عبدالله عقوب الفودري تخطيط للمتحف القادم وضم محتوياته وأقسامه وتطويره إلى مرحلة إن شاء الله أفضل ليتيح للزوار سرد الأحداث بشكل أكبر ومتابعة الطيران ومعرفة تاريخ القوة الجوية بشكل كامل ومفصل إن شاء الله بإذن الله المتحف سهم في إعطاء سورة المشرقة لتاريخ القوة الجوية ليكون نبراسا للتاريخ العسكري الكويتي ابتسام رمال الرأي